بعدما مل اللبنانيون من لعبة اللوت الحكومية التي لا تلائم أرقامها أبداً الورق الرابحة خطفت ممثلة لبنان في تزلج التعرج القصير في أولمبياد سوتشي جاكي شمعون الأضواء شمعون تعرضت لانتقادات حادة بعد نشر صور وشريط مصور تظهر فيه شبهة عارية خلال جلسة تصوير قديمة تعود لثلاث سنوات في عيون السمين الجلسة كانت مخصصة للرزنامة نمساوية إلى جانب أليكساندر مخباط بطل لبنان في تزلج التعرج القصير والطويل بهدف الترويج للرياضة في مختلف دول العالم واستهار من أجلاء طلب وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بإجراء تحقيق بأقصى سرعة وصولاً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما لا يضر بسمعة لبنان ومشاركاته الدولية بطلة التزلج اللبنانية دافعت عن خيارها بالتعري على صفحتها الخاصة على الفيسبوك وقدمت اعتذاراً مؤكدة أن الصور ليست كما ظهرت على الإنترنت بل جزء من التحضير ولم يكن من المفترض أن تنشر في العلن معبرة عن عمق احترامها للقيم اللبنانية الحملة على شمعون التي تمثل لبنان في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في سوتشي تثير التساؤلات عن الهدف من وراء نشر صورها ومن هو المستفيد من الحملة ترجمة نانسي قنقر